درسنا اليوم اسمه مقارنة الأعداد العشرية وترتيبها معنى كلمة مقارنة اني أنا عندي أكتر من عدد معنى اني أنا بدي أقارن بيناتهم بدي أحدد مين فيهم أكبر أصغر أو بيساوي العدد الآخر فمعنى كلمة مقارنة دائما معناها ثلاث إشارات أكبر أصغر هاي أصغر أكبر أو يساوي هاي معنى كلمة مقارنة المقارنة بتيجي بالعادة بين عددين لما بيكون عندي عددين وأحكي لكم قارنو بيناتهم تستخدموا هذه الإشارات و بتحطوها بين هاي العددين كلمة ترتيب هي نفس كلمة مقارنة أنا بحط الأعداد جنب بعض حسب مين أكبر أو أصغر أو بيساوي لكن الفرق بين الترتيب والمقارنة الترتيب بالعادة بيكون لأكتر من عددين لا ثلاث أعداد فما فوق الترتيب بيكون بحطهم جنب بعض حسب المطلوب مني من الأصغر للأكبر أو من الأكبر للأصغر المقارنة لا مش يعني بفرقش عندي من بحطه أول من بحطه تاني اللي بفرق عندي الإشارة كيف بيكون شكلها والمقارنة بتكون بين عددين بالغالب ما بتكون بين أكتر طيب نبدأ إحنا بدارسنا طبعا إحنا دارسنا مش إشي جديد علينا المقارنة بوجود الفواصل العشرية هو شيء إحنا أخذناه سابقا مكتوبة عندنا الملاحظة بالكتاب صفحة 17 إذا منقرأها موجود عندنا إنه تعلمت سابقا إنه المقارنة بين الأعداد الكلية والكسور العشرية لغاية الأجزاء بالمئة إحنا تعلمنا نقارن الأعداد الصحيحة اللي ما فيها فواصل ولا كسور وتعلمنا كمان نقارن الكسور حتى العادية والكسور العشرية لحد بس الأجزاء بالمئة الكسور العشرية هلأ بحكيلي بنفس طريقة الأجزاء بالمئة بقدر كمان أقارن الكسور العشرية اللي هي لحد الأجزاء من الألف بنفس الطرق اللي أخذناها زمان فمنيجي إحنا أول إيش نتذكر هاي الطرق فمنا نحط المثال التالي على الأجزاء بالمئة عشان بس نتذكر منه الطرق المثال بحكيلي أنا لما أجي بك دي أقارن 9 صحيح و92 جزء بالمئة و9 صحيح و94 جزء بالمئة بحكيلي المثال طبعا هاي أجزاء بالمئة من اللي نتذكر عليهم الطريقة ونفسها بدنا نطبقها على الأجزاء بالألف بشو بتحكيلي الطريقة بشو بحكيلي الكتاب بحكيلي عندي طريقتين للحلقة ندرسكم أنا هاي مقارنة يعني بدي أحط ما بين هدول العددين أكبر أصغر أو بساوي فباجي بحكي عندي طريقتين الطريقة الأولى باستخدام خط الأعداد أنا ما بفضل هاي الطريقة باستخدام خط الأعداد شو بتحكيلي باستخدام خط الأعداد للطريقة بتحكيلي بنرسم خط أعداد خط الأعداد أخذناه سابقا هو عبارة عن خط مستقيم معلش أنا شوي ما لدي خط مستقيم مقسم أو مجزة لأجزاء متساوية كل جزء بيكون إلى قيمة رقم معين الخط المستقيم هذا بيبدأ بالأعداد من الصغير للكبير بالترتيب فطريقة استخدام خط الأعداد بتحكيلي الطريقة الأعداد اللي موجودة عندي بحطها على خط الأعداد زي ما بيكون مكانها بالأصل كيف يكون مكان هاي الأعداد إذا أجيت أحطها على خط الأعداد دائما دائما صف خامس أنا ببدأ بالأعداد أو الإشي الأحد من صفر لواحد لتنين لتلاتة لأربعة وهكذا إذن ببدأ بالأعداد جهة الأحد أول إشي بانتباه إنه أنا بمشي أعدا من الصفر لحد الاتسعة هاي بالأحد هلا لو أنا ما عندي أجزاء عشرية بروح بعد هيك بصير أمشي بحط بعد هيك الترتيب الأعداد عشر، أحداش، أتماش بروح للعشرات إنه العشرات بتصير عندي واحد والأحد برجع بعيدة من أول وجديد العشرات بتصير اثنين الأحد برجع بعيدة من أول وجديد وهكذا هيك برتبهم على خط الأعداد بالأصل لكن لما يكون عندي أجزاء من عشر أجزاء من مئة بتطلع أنا على العدد الصحيح اللي عندي إياه تسعة إذن بداية خط الأعداد التبعي تسعة ونهايته رح يكون كمان تسعة بمشي كيف تسعة المفروض إنها فاصلة واحد بعدين تسعة فاصلة اثنين هي لما يكون عندي جزء من عشر بعدين تسعة فاصلة تلات بعدين تسعة فاصلة أربعة لكن لما يكون عندي جزء من مئة بيسير مثلاً أنا عندي هون تسعة فاصلة تسعة فرح أعتبر حارية حبدأ من تسعة فاصلة تسعين بعدين بيجي عندي تسعة فاصلة واحد وتسعين تسعة فاصلة اثنين وتسعين تسعة فاصلة تلات وتسعين طبعاً أنا ما ما تزمت بخط الأعداد لأنه خط شوي كبير وفعلياً زي هيك حيجي الرسم هون تسعة فاصلة تسعين بعديها بيجي عندي تسعة فاصلة واحد وتسعين احنا كله ماخدينه كيف نرسم خط الأعداد تسعة فاصلة اثنين وتسعين تسعة تلاتة وتسعين بالمية تسعة وأربعة وتسعين بالمية تسعة وخمسة وتسعين بالمية وهكذا خط الأعداد المفروض كلنا عارفين نرسم هلأ الأرقام تبعتي أنا لجم أتأكد أنها تكون مكتوبة هل مكتوبة 99%؟ أو هي موجودة في ترتيب الأعداد اللي كتبتها هل 99% الموجودة؟ أو موجودة خط الأعداد شو بيحكيلي؟ بيحكيلي دائماً العدد اللي على اليسار هو اللي أكبر مين اللي على اليسار فيهم؟ 99% آسف הוא اللي أصغر 99% هو اللي على اليسار إذاً هو العدد الأصغر خط الأعداد دائماً كل ما اتجهنا لجهة اليمين بيكبروا الأعداد عندي فالتسعة تنين تسعين من مية هي الأصغر بين العددين هاي طريقة خط الأعداد هاي الطريقة الأولى للحل أنا ما بفضلها بفضل للطريقة التانية وإحنا رح نلتزم بالطريقة التانية بحالنا للمسائل الطريقة التانية بتكون باستخدام لوحة المنازل شو بتحكي للطريقة التانية؟ بتحكي للعددين اللي بديك تقارنيهم سوا اكتبيهم تحت بعض بشرط الفاصلة تيجي تحت الفاصلة فأنا بحط الفاصلة الأولى والفاصلة التانية بعدين بكتب العدد الأول اللي هو تسعة واثنين وتسعين جزء من ألف بعد ما بحط الفاصلة بكتبه وبروح للعدد التاني وبكتبه بعد ما أحط الفاصلة بكتبه بحيث إنه أول منزل على اليسار تحت المنزل على اليسار هون كإني عاملة جدوان بعدين عيمين الفاصلة أول منزل بدي أكتبها بتكون تحت اللي فوق تاني منزل بدي أكتبها تحت اللي فوق وهكذا لحد ما أكتب كل الأعداد اللي موجودة بكل العددين بتطلع على الشكل اللي عندي لو في عندي عدد فوقيه فاضي من اللي تحت فوقيه فاضي أو عدد من اللي فوق تحته فاضي بعبي المنازل الفارغة بأصفار بعيد لو كان عندي مثلا هون واحد تحته ما في عدد بحط تحتيه صفر لو كان عندي هون خمسة فوقيه ما في عدد بحط فوقيه صفر إذن لو عندي منازل فارغة في تحتها أعداد أو فوقيها أعداد بس هي فارغة بعبيها بأصفار هون ما عندي منازل فارغة بباشر بالمقارنة عطول كيف المقارنة بتكون من اليسار لليمين ببدأ بالتسعة بحكي مين أكبر تسعة ولا تسعة نفس الإشي بروح جهة اليمين عندي تسعة وتسعة نفس الإشي بروح جهة اليمين تنين وأربعة تنين أصغر إذن العدد الأول اللي موجود فيه تنين وتسعين هذا أصغر فمنرجع لعمليتنا ومنحط أصغر هاي باستخدام لوحة المنازل بكتو بالأعداد تحت بعض بشارط الفاصلة تحت الفاصلة والأعداد تيجي مرتبط المنازل الفارغة منعبيها بأصفار منبدأ المقارنة من اليسار لليمين بحيث إنه العدد لما ألاقي عدد أكبر من الثاني عطول أحط إشارة أكبر هون لقيت إنه الأربعة أكبر من اتنين على طول عندي العدد اللي فيه الأربعة حطت إشارة أكبر مثال أتحقق من فهمي واحد صفحة رقم 18 بحكيلي بدي يعني أقارن بين العددين 99 و257 جزء بالألف هون إحنا دخلنا لمنزل الجزء من الألف هل رح تختلف عندي المقارنة؟ لا نفس الطريقة بدي أقارن بينه وبين العدد 99 صحيح و217 جزء من الألف كيف بقارن بيناتهم؟ خطوات المقارنة أن دائما أستخدم لوحة المنازل تحكيلي خطوات المقارنة نكتب العددين تحت بعض بحيث الفاصلة تحت الفاصلة باجي بكتب العدد الأول 99 صحيح و257 جزء من الألف باجي للعدد الثاني برتب أرقامه تحت الأرقام المكتوبة بالعدد الأول فالتسعة هون اللي عيسار الفاصلة بتيجي تحت هاي اللي بعدها بتيجي تحت هاي اللي عيمين الفاصلة بيجي تحت التنين اللي عيمين التنين هاي بتيجي تحت الخمسة اللي عيمين الخمسة اللي عيمين الواحد بتيجي تحت السبعة بالترتيب من رتبه هلا بنبدأ المقارنة شو خطوات المقارنة عندي دائماً من اليسار لليمين من أكبر منزلة لأصغر منزلة دائماً خطوات المقارنة من أكبر منزلة لأصغر منزلة فمن اليسار لليمين فباجي لجهة اليسار عندي أول إشي عندي تسعة وتسعة مين أكبر؟ نفس الإشي بروح لليمين تسعة وتسعة نفس الإشي بروح لليمين تنين واثنين نفس الإشي بروح لليمين خمسة وواحد الخمسة أكبر إذن العدد اللي فيه خمسة هو الأكبر بحط عنده إشارة أكبر طبعاً ما عندي منازل فارغة فما حطت أصفار برجع بعيد لو عندي منازل فارغة لو عندي منزلة ما في تحتيها إشي أو منزلة ما في فوقيها إشي بعبيها بأصفار ما ننسى هاي الخطوة هيك عرفنا مين اللي أكبر بين هاي العددين النوع الثاني من الأسئلة ما بيطلب مني أقارن عددين لا بيطلب مني أقارن أكثر من عددين مثلاً ثلاث أعداد مثل السؤال أتحقق من فهمي صفحة رقم 19 بحكي لي لهبت جنة إلى السوق واشترت واحد وخمسة وستين بالمية كيلو جرام من السكر اثنين وخمسمية وسبعة وثمانين بالألف جزء بالألف من الدقيق اثنين وخمسمية واربعة وستين جزء بالألف كيلو جرام من الملح بحكي لي بدياني أرتب مشتريات جنة من الأصغر إلى الأكبر هو حدد لي من الأصغر للأكبر في اسم تاني لهذا الترتيب ممكن يحكي لي تصاعدي احنا حفظين تصاعدي كأني عم بطلع الدرج بكون صغيرة وبطول بكون أصيرة وبطول بكون صغيرة وبكبر فتصاعدي هو اللي من الأصغر للأكبر في نوع تاني للترتيب اللي هو تنازلي تنازلي يعني أنا بكون فوق بكون عالية بالدرج بكون طويلة وبصير أنزل لتحت بصير أصر فبيكون من الأكبر للأصغر التنازلي ممكن يحكي لي هو أساسي يحدد لي عطول من الأصغر للأكبر أو يحكي لي تصاعدي أنا لحالي بدي أفهم معناها من الأصغر للأكبر إذن أنا عندي ثلاث أعداد بدي أرتبهم من الأصغر للأكبر بدي أختار منهم من الأصغر أول إشي وبعدين أحط أول إشي وبعدين أحط الأكبر كيف طريقة الترتيب نفس طريقة المقارنة وين الأعداد اللي بدي أرتبهم بس أشوفهم بحطهم تحت بعض فالأعداد اللي بدي أرتبهم هم اللي قرأتهم بالسؤال اللي هم وزن السكر واللي هو عبارة عن أو كتلة السكر واللي هي عبارة عن واحد كيلو وخمسة وستين جزء بالمئة بحط الواحد كيلو والخمسة وستين جزء بالمئة زي ما هي لأنه أول عدد بدي أكتبه العدد الثاني اللي بدي أكتبه اللي هو وزن الدقيق أو كتلة الدقيق لما أجي أكتبه لازم أول إشي أحط الفاصلة تحت الفاصلة هلا بنطلع على العدد التبعي على اليسار عندي اثنين بحط اثنين تحت المنزل اللي فوقيها ما عندي منزلة تانية على اليسار بروحها يمين الفاصلة اول منزلة عندي خمسة بحطها تحت المنزل اللي فوقيها تاني منزلة عندي تمانية بحطها تحت المنزل اللي فوقيها تالت منزلة ما في اشي فوقيها بحطها منزلة جديدة على جنب نجل العدد الاخير اللي عنا بالسؤال اللي هو عبارة عن كتلة الملح نفس الإشي بحط الفاصلة بالأول أول خطوة دائماً الفاصلة تحت الفاصلة بعدين عيسار الفاصلة عندي منزلة واحدة اثنين بحطها تحت اللي فوقيها عي مين الفاصلة عندي أول إشي خمسة بحطها تحت اللي فوقيها ستة تحت اللي فوقيها أربعة تحت اللي فوقيها بالترتيب الأعداد تحت بعض هلأ بتطلع علي كتبته عندي منازل فارغة هلأ هاي كل يعتهم فيهم أرقام هون الفواصل هون كلهم فيهم أرقام هون كلهم فيهم أرقام هون عندي منزل فارغة بأول عدد شو بعمل بالمنازل الفارغة دائماً بعبيها بأصفر سواء على اليمين أو على اليسار المنازل الفارغة بنعبيها بأصفر هلأ سارت كل المنازل فيها أرقام آه كل المنازل فيها أرقام هلأ مسموح لي أقارن من اليسار لليمين بنفس القاعدة أنا مين بدي فيهم أنا عندي ثلاث أرقام مين بدي أختار منهم السؤال أين بدي أختار الأصغر فأول خطوة بقارن من اليسار للمين بختار الأصغر نجل اليسار عندي واحد اتنين اتنين مختلفين آه عندي الواحد مختلف عنهم هدول الثنين أنا بدي الأصغر مين الأصغر الواحد أصغر إذن العدد اللي فيه واحد هذا ترتيبه الأول راح يكون بالأعداد اللي عم بكتبها ترتيبه الأول طيب خلصنا هذا اخترناه ظل عندي هدول العددين هذا ما بتطلع عليه بتطلع هدول الثنين مين بدي منهم؟ بدي منهم الأصغر سؤال أي اللي ترتيب من الأصغر للأكبر دي أشوف مين من هدول الثنين الأصغر ثنين وتنين نفس الإشي خمسة وخمسة نفس الإشي تمانية وستة الستة أصغر إذن هذا العدد الترتيبه راح يكون الثاني هذا العدد الترتيبه راح يكون الثالث نيجي هيك بس نخلص الترتيب نحط بالأسفل الترتيب الأرقام والجواب النهائي واللي هو عبارة عن الرقم الأول واحد وخمسة وستين جزء بالمئة بعدين الرقم الثاني اثنين وخمسمية وسبعة وثمانين جزء بالألف آسفة الرقم الثاني الرقم الثاني اثنين وخمسمية واربعة وستين جزء بالألف والرقم الثالث اثنين وخمسمية وسبعة وثمانين جزء بالألف بالترتيب الأول الثاني الثالث هيك ترتيبهم من الأصغر للأكبر مثل ما طلبهم ننشوف أسئلة الكتاب صفحة رقم تسعتاش عنا مثلا السؤال الثاني طالب مني مقارنة زي درسي درسة عبارة عن مقارنة السؤال بيجي مقارنة بس نشوف كيف بيجي شكل الأسئلة مقارنة بين 7 على 100 والعدد 7 جزء من 10 هلأ أسئلتي الكتاب هلأ أنا شرحه كتير بسيط لوحة منازل بكتب الأعداد تحت بعض وبقارنها لكن هاي الشغلة مجددة علي أنا أخذتها بالفصل السابق أخذتها بالسنة الماضي حتى إنه كيف بقارن أعداد فيها فواصل عشرية وأخذ طريقة لوحة المنازل إذن طريقة مجددة علي والشرح كمان مجددة علي وطريقة الحل سهلة معناها أنا لحد هلأ ما أخذت محتوى جديد بدرسي طيب شو الأفكار الجديدة اللي ممكن تيجيني بالأسئلة ما رح تيجيني أفكار مباشرة عدد فيه فاصل عشرية وقارنها مع عدد فيه فاصل عشرية لا اللي رح يكون مختلف إنه الأعداد رح تيجيني بطريقة إنها مكتوبة بالصيغ مختلفة مثلاً واحد من الأعداد مكتوب ككسر والتاني مكتوب ككسر عشرية أو إذا منطلع أسئلة الكتاب واحد من الأعداد مكتوب على صورة صيغة قياسية والتاني مكتوب صيغة تحليلية كسرية أو واحد من الأعداد مكتوب كسر عشرية والثاني صيغة تحليلية عشرية إذن رح يختلف عندي صيغة الكتابة تبعتي الأعداد فلازم أعمل خطوة قبل المقارنة شو هي هاي الخطوة؟ أول خطوة بعملها لما أجي أقارن أشياء أرقام أعداد مكتوبة بطرق مختلفة إني أوحد طرق الكتابة هلأ كيف دي أوحد طرق الكتابة؟ دائماً بحول كل الأشياء المكتوبة عندي لصيغة عشرية دائماً فباجي أنا عندي شو اللي هون مش مكتوب صيغة عشرية؟ هذا الكسر بحوله قبل ما أبدأ الحال لصيغة عشرية كيف؟ كيف يحول السبعة عمية لصيغة عشرية؟ طريقة التحويل أخذناها بالدرس السابق عندي جزء صحيح؟ لا فبحط الجزء الصحيح صفر بحط العدد الصحيح صفر ليش؟ لأنه ما عندي هون عدد الصحيح بعدين باجي عيمين بحط فاصلة عيمين الفاصلة كم منزلة لازم يكون عندي؟ عندي صفرين لازم يكون عندي منزلتين هل البصد كافي عبيلي منزلتين؟ البصد فيه سبعة فيه منزلة واحدة غير كافي عبي منزلتين شو بعمل؟ بحط صفر يمين الفاصلة بعدين بحط السبعة تبعتي بعدين بحط البصد هيك صار كافي إني عبي منزلتين هذا العدد بدي أقارنه مع العدد سبعة جزء من عشرة كيف بقارنه؟ هلأ بنرجع لدرسنا درسنا بحكيلي بكتب العدد الأول مثل ما هو العدد الثاني بحط الفاصلة تحت الفاصلة بعدين بكتبه فبيجي عندي على اليسار صفر بحطه تحت الصفر على اليمين سبعة تحت الصفر آخر إشي منزل فارغة بحط فيها صفر باجي بدي أقارن بقارن من اليسار لليمين صفر 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 وسبعة صفر أصغر إذن العدد اللي فيه صفر هو اللي أصغر فبحط عنده إشارة أصغر هيك طرق حل السؤال إذن منزيد خطوة على طرق الحل واللي هي أني أنا لازم أوحي طريقة الكتابة أحول كل الأعداد الموجودة بالسؤال للطريقة عشرية ترجمة نانسي قنقر